تشرف وفدو من خدمة الإمامين الجوادين عليهم السلام برفقة وكيل المرجعية سماحة الشيخ أحسين آل ياسين لزيارة القطاعات الجهادية في منطقة الضابطية وبنات الحسن المحاذية لشمال بغدهد تفاصيل أكثر في هذا التقرير فنتابع حرصا على التواصل الاجتماعي مع مجاهدي الحجر الشعبي المبارك والمشاركة في المواقف الإنسانية النبيلة لدعمهم قام وفدو خدمة العتبة الكاظمية المقدسة برفقة وكيل المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف في مدينة الكاظمية المقدسة سماحة الشيخ حسين آل ياسين وعدد من فضلاء ومشايخ الحوزة العلمية في النجف الأشرف بزيارة القطاعات الجهادية في منطقة الضابطية وبنات الحسن المحاذية لشمال بغداد والواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار والتقى الوفدو أمراء تشكيلات مجاهدي الحجد الشعبي الذين نبهوا نداء المرجعية العليا كما اطلع على الوضع الأمني الذي تشهده تلك المناطق هذا وأشهد الوفد الزائر بالجهود المباركة النبيلة والشجاعة المتميزة لهؤلاء الأبطال الذين سطروا أروع صور التضحية من أجل تحرير هذه الأراضي العراقية من دنس الإرهاب التكفيري هذه القاطع ماسكة سرايا عاشورة بفضل الله تعالى العناصر الإرهابية بعد انتصارات التي حققت في القواطع الشمالية في سامراء وتكريت كذلك هناك انتصارات حققت في هذه المنطقة بصد المجامع الإرهابية وبدك أوكال الإرهابين بأشكال وأنواع مختلفة من الأسلحة القاطع ممسوك سواعد الأبطال متوازن هنا نعاهد الله والوطن وسماحة السيد علي السستاني والشعب العراقي بأن نكون جنودا أو فيها ندافع عن تربة الوطن ونقول لن تقر الأعين ولن تهدأ النفوس ولن تعود السيوف إلى أغمادها حتى يحرر آخر شبر من العراق جئت لأتشرف بلقاء هؤلاء الأبطال الذين لبوا نداء سماحة السيد مدة ظله سماحة السيد السستاني في فتوى في وجوب إعانة القوات الأمنية العسكرية بمختلف صنوفها ليحموا المقدسات والوطن ويذودوا عن الدين والأخلاق والأعراض وليذودوا عن المعادلة التي نريد تجذيرها في العراق وهي معادلة الشورى والتعددية والتداول السلمي للسلطة والاحترام المتبادل في عيش مشترك تبسط فيه العدالة الاجتماعية وفي ختام الزيارة نقل الوفد تحيات الأمانة العامة للاعتبة الكاظمية المقدسة المتمثلة بأمينها العام الأستاذ الدكتور جمال عبد الرسول الدباغ وأعضاء مجلس الإدارة وخدمة الإمامين الجوادين عليهم السلام دعين الله تبارك وتعالى أن يسدد خطاهم ويجعل النصر على أعداء الإنسانية على أيديهم إنه سميع مجيب المشاعر حقيقة جياش والمشاعر مفرحة أنه نكون بين مقاتلين وشجعان من أبطال الحجر الشعبي وهم يذودون على الخط الأمامي على الساطر الأمامي ونحن نرى الأهداف كيف تقصف بصورة مباشرة وأمام أعيننا إن شاء الله وإن شاء الله هؤلاء الشباب هم الذين يذودون عن كل مقدساتنا وعراضنا وبيوتنا وأطفالنا وكل موعدنا في بغداد وبقية المحافظات إن شاء الله تعالى ونسأل الله لهم أن نصل المؤكد دوما وأبدا بحق محمد وعلي محمد اشتركوا في القناة